نددت رابطة الجمعيات الاسلامية الماليزية بدعاء انشاء الهيئة الدولية لمراقبة ادارة السعودية للحرمين في ماليزيا وصفائية بدعاء كاذب وافاد فتح الباري يحيى رئيس مؤسس خير ام العالمية بماليزيا في بيان مشترك ل46 جمعية اسلامية ونقلته وكالة الانباء الماليزية بان الرابطة اخذت على محمل الجد تقريرا صحفيا اصبح منتشرا في الاعلام العربي بما في قناة الجزيرة القطرية مفاده انشاء الهيئة الدولية في ماليزيا لمراقبة ادارة السعودية للحرمين وقد روج لها الاعلام القطري بوصفها هيئة شرعية لديها صلاحيات لمراقبة ادارة الحرمين الشريفين وتبع فتح الباري انه امر معروف عندنا ان ادارة الحرمين الشريفين وخدمة الاماكن الاسلامية المقدسة بلا شك وعلى مر الزمان تتشرف بها المملكة العربية السعودية وشدت في الوقت ذاتي على موقف الرابط الجازم والرافض لأي جهد لربط ماليزيا بهذا الشأن